قرور الله الذي أنزل فيه القرآن عن الإمامين الباقري والصادقي عليهم السلام أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد من خطبة للمولى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انصرافه من صفين وفيها حال الناس قبل البعثة وصفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين قال فيها عليه السلام أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته وأستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ممتحنا لإخلاصها معتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المصطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا للنذرات فالناس في فتن انجلم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر فالهدى خامل والعمى شامل عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه وعفت شركه أطاعوا الشيطان فسلكوا مساركه ووردوا مناهله بهم قامت أسواقه وسارت أعلامه في فتن داستهم بإخفافها ووطأتهم بإضلافها وداست على سنابكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشر جيران دومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم ومنها يعني آل النبي هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام إنحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه ومنها يعني قوما آخرين زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور لا يقاسب آل محمد من هذه الأمة أحد ولا يساوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا فهم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي الآن إذا رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله صدق مولانا ومولاكم أمير المؤمنين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الفائزين بشفاعته آمين رب العالمين وأختم حديثي بقول عنه عليه السلام في فضل قراءة القرآن قال عليه السلام إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض فهنيئا لكم حيث أنكم تجتمعون على مائدة القرآن الكريم وبجوار مولانا القرآن الناطق أمير المؤمنين ثم قال عليه السلام وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة أجارنا الله وإياكم آمين رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد وآله الطيبين طائرين